السلام عليكم كل سمة بيتميز بها الصحفي هي قوة الملاحظة الصحفي بطبعه بيكون لماح وبيشوف الأحداث اللي حواليه بشكل مختلف عن الناس لازم يبقى عنده القدرة على ملاحظة التفاصيل كل التفاصيل اللي بتدور حواليه ويربطها بين الأمور والمواقف اللي بيلاحظها أو بتمر عليه النقطة التانية هو حب الاستطلاع مكون أساسي أو سمة أساسية في العمل الصحفي وزي ما بيقوله كده لازم يكون عنده الفضول الصحفي اللي بيساعده اللي بيساعد الصحفي على الإلمام بكل تفاصيل الأحداث والموضعات من المصادر المختلفة ولازم يكون شغوف ولازم يكون شغوف دايما بالمعلومات هو ذا اللي هيكون عنده أو بمعنى صح يحببه في حب الاستطلاع تالت نقطة الأسلوب الجيد والمهارة اللغوية من سمات الصحفي ومهاراته الأسلوب الجيد والمهارة اللغوية زي ما احنا عارفين اللغة هي الرموز اللي بيستخدمها الإنسان للتواصل والتعبير عن أفكاره وبتمكن الصحفي من المهارات اللغوية وقدرته على صياغة أفكاره وكتابتها وعرضها بأسلوب منظم بيعتبر ويعتبر عامل أساسي في عملية الاتصال الجماهير اللي هي قصد اللغة بتعتبر اللغة عامل أساسي في عملية الاتصال الجماهير ولازم بيكون الصحفي عنده القدرة على عرض الأفكار والموضعات بأسلوب بيتميز بالوضوح وده من خلال إيه؟ من خلال إنه هو بيمتلك مهارات الكتابة الصحفية وعنده حصيلة لغوية واحتماده على التنوع والتجديد في طريقة عرض الموضوعات كل ده هيجي إزاي؟ هيجي من الإراءة الكتير عشان كده أنا بنصحكم برجاء إن إحنا نقرأ كتير يا أولاد أربعة، زكاء فطري واجتماعي من المهارات الأساسية والسمات الصحفي ومهاراته زكاء فطري واجتماعي الزكاء في أبسط تعريفاته إيه؟ الزكاء في أبسط تعريفاته هو القدرة العقلية العامة للإنسان والقدرة العقلية دي بتكون من عمليات عقلية ومعرفية متنوعة زي الانتباه وزي الإدراك وزي التفكير وغيرها من العمليات اللي بتحدد قدرة الإنسان العقلية ومستوى الزكاء والزكاء واحده مش كفاية على فكرة علشان كده يجب على الصحفي توظيف الزكاء بطريقة سليمة عشان يخدم العمل الصحفي من المؤكد إن الزكاء يتم تدعيمه من خلال عمليات التعليم والتعلم ومصادر الثقافة اللي يتعرض لها الصحفي على مدار حياته كلها واللي بتساعده في بناء تكوينه الفكري وفي أسلوبه بشكل عام والزكاء هو اللي بيخل الصحفي يقدر يلاحظ وينتبه ويفكر ويحلل المعلومات اللي حواليه أما الزكاء الاجتماعي تحديداً هو اللي بيمكنه من إقامة علاقات اجتماعية نجحة مع مختلف أنواع البشر اللي بيعتمد عليها بشكل أساسي في عمله الصحفي كمصادر الحصول على المعلومات اللي بتساعده في العمل الصحفي خمسة الجراءة والقدرة على التحدث وإدارة الحوار من سمات الصحفي ومهاراته الجراءة والقدرة على التحدث وإدارة الحوار وزي ما احنا عارفين أن العمل الإعلامي بشكل عام والصحفي بشكل خاص بيتطلب وجود مهارات أساسية لدى القائم بالاتصال اللي هو الصحفي وهي القدرة على الاستماع والتحدث والكتابة والقراءة والقدرة على التفكير وده احنا بنسميه المهارات اللفظية وكمان فيه مهارات القدرة على التعبير بالرسم والاشارة ودي اسمها المهارات غير اللفظية ودول في مجملهم المهارات اللي بتساعد الصحفي على تحليل اهدافه ونواياه والتعبير عنها لما ييجي يكتب او لما ييجي يكتب في الجريدة وكمان بيتحدد قدرته على صياغة رسالته وبالتالي فان التحدث والقدرة على ادارة الحوار بلا باقة والجراءة في تناوله الموضوعات بتعتبر مهارة صحفية اساسية بتساعده في التعبير عن افكاره بشكل جيد ستة القدرة على تحليل المعلومات وتبسطها الصحفي زي ما قلنا بيكون عنده قوة الملاحظة وحب الاستطلاع اللي بيمكنه من ان هو يجمع اكبر قدر من المعلومات وموضوعات الموضوعات ووجود المعلومات في حد ذاتها مش كفاية فيها لكن لازم يمتلك الصحفي القدرة على تحليل هذه المعلومات والوصول الى ما وراء المعلومات والربط ما بينها واستنتاج العلاقات والتفاصيل اللي بتربط بين الموضوعات دي وتقدمها بشكل مبسط للجمهور علشان ده يتلائم مع مستوى الجمهور المستهدف ويتلائم مع خلفيته الثقافية وكمان التعليمية والاجتماعية واكيد اللي بيساعد الصحفي في ده امتلاكه للمعارات الخاصة المختلفة سبعة يمتلك ثقافة واسعة وعامة انا لو جيت وعرفت الثقافة قلت ايه هي الثقافة الثقافة هي الالمام بكل شيء ولو بالقليل منه الالمام بكل شيء ولو بالقليل منه يعني لازم ان الصحفي يكون عارف في جميع المجالات مجالات السياسة مجالات الاقتصاد مجالات الرياضة مجالات الفن مجالات الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية للبلاد يعني بمعنى صح حتى لو كان الصحفي متخصص لازم ان يكون عارف في جميع المجالات علشان هو ده اللي بيخلي الصحفي يكون معرفة ويكون معلومات عن جميع المجالات زي ما احنا قلنا الثقافة هي الالمام بكل شيء ولو بالقليل منه تمانية أن يكون الصحفي ملم بقواعده وأصول مهنة الصحافة لما الصحفي بيلم بقواعده وأصول مهنة الصحافة ده بيعرف الصحفي مسئولياته واجباته يعني يقدر الصحفي وهو بيكتب وينشر يكون عنده حرية مسئولة حرية مسئولة إيه؟ يعني بمعنى صحة قبل ما ييجي ينشر الخبر لازم بيكون بيتأكد منه تأكيد تام ويكون معايا مستندات ووصائق عشان ينشرها عشان المصدقية وعشان كمان الموضعية دي كانت أهم سمات ومهارات الصحفي كده محاضرتنا انتهت إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير شكرا وإلى لقاء